السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثة 25 نيسان إبريل طبعا القمر زي ما حكينا هو في مرحلة خلوم مسار ساعة 6 و 57 دقيقة من مساء اليوم الاثنين اللي هي من بعد بث الحلقة بده ينتقل للسرطان ورح يظل في برج السرطان للأيام القادمة أيضا يعني اليوم وغدا أيضا خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة لأنه القمر موجود في البيت الرابع اليوم فعشان هيك التركيز كله رح يكون على المستوى الداخلي العائلي أهمش أنكما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل العائلية الملفة للانتباه تطلب منك الاهتمام أكثر أهمش أنك ما تنفعل بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا من التصرف العدائي حولكم ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي ممكن تسمعوا عتاب أو لوم بسبب إهمال أو كلام جارح لأهم ما تنفعلوا وبرضو ممكن يكون القلق حول صحة أحد أفراد العائلة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً هنا القمر رح ينتقل للبيت الثالث لإلكم وهو بيت قوي جداً بيعزز النشاط عندكم بتنشطوا بالسفر القصير والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر صبراً على الطرقات لأنه تراجع عطارت زي ما ذكرنا هو موجود عندكم شوي بغرر فيكم فبيخلي ما فيه تركيز واضح هذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان ولكن بتكون تركزه بشكل جيد ما تعتمده على الحضوض بتقدر تعبر عن رأيك بكل هدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات أهمش أنك ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما رح تهدى وطيرتك حتى على المستوى العاطفي الأجواء بتكون جيدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أو على جائزة ولكن بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوية معينة أو تحصلوا أموال تتعلق فيكم أو مطالبات لإلكم أهم شي بنبه برضو على تقليل المصاريف وعدم المغامرات المالية اليوم رح يفتح لك أبواب جيدة للحوار والنقاش البناء ولكن بدك تبرر مواقفك وتوضحها من أي سوء تفاهم بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً اليوم أنتو عندكو طاقة عالية جداً ورح تكون مشحونون بالنشاط والحيوية وعندكو قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمي شنكو ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات إلى جواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو لصفحة جديدة بتحمل للكو برضو هاي الأيام اللي هو اليوم وبكرة بأن نوع من أنواع التقدم والأخبار الجيدة بترجع النشاط لحياتكم اليومية بشكل كبير وواضح لأنه تقريباً الزوايا اليوم إيجابية اللي ما سمعش الزوايا راحت عليه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً القمر استقر في برج السرطان يعني بيت متاعبكم فعشان هيك بسيطر التعب عليكم بتكو تنتبهوا اليوم ما في داعي للقرارات للإنفعلات للعصبية وبرضو بتكو تنتبهوا لصحتكم حاولوا انكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل أو حاولوا تخلدوا للراحة اعملوا بشكل روتيني فقط ممكن تكون الظروف مخيبة للأمال وربما تحمل بعض الخسار أو الفشل أو التعب الصحي يعني في كثير من الأمور اليوم رح تصدمك منها ممكن أشخاص يوعدوك بشيء ويخلفوا وعدهم على أي شيء وأي شخص ممكن أنه يخذلك برج العذرة بتنشطوه في مجال الاجتماعي اليوم وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو باحتفال أو بلقاء الأصدقاء أو باتصالات أهم شيء أنك تتجنبوا الانتقادات عساس أنه ما يصير فيه مشاكل من وراها وخلي كلامك واضح بناسبك اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت بحاجة للتحالفات وممكن تفرح لتفاهم الآخرين لإلك وتحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين هذا بيت السمعة فانتبهوا إنها تتشوه سمعتكم بأي تصرف بأي كلام بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يعتبر يوم يعني جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعروا إنه محيط كل مهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معكم ولا بيتعاون معكم أهم إشي إنكم ما تخشو شيء ولكن المواجهة بدون عصابية شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد الطاقة عالية حتى على المستوى العاطفي في بعض الإيجابية أهم شيء إنكم تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا لحظات جيدة نسبيا بتختفي المنافسات والعدوات بتسهل عليك جميع تحركاتك أهم شيء إنك ما تقف ساكن وحاول إنك تتحرك بظل في توتر والقلق والعصبية هذولا حاول إنك تتجاوزهم أو ما تعصب برضو برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا إنه اليوم بيحملكوا فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم إشي إنك تتصرفوا بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولأعادة بعض الأمور لنصابها حذروا من مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن نتعالج موضوع بيتعلق بأمر مالي إداري يعني هو الاهتمام رح يكون على الأموال المشتركة الأهم ما تجازف وما تغامر بالأمور المالية في بعض المكاسف ولكن بدك تدير الشؤون المالية بشكل جيد برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد يعني بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة حاولوا أن تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفة ولكن بتكون تنتبهوا أن القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بيكون الجو متوتر فحاول قدر الإمكان تبعد عن التورط في أي أزمة كانت وخصوصا الأمور اللي تتعلق بالوضع العائلي ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء أنك ما توجه انتقادات أضبط أعصابك ما تنفعل مهما كانت الأمور مستفزة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم خلال هذا اليوم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من أعمالكم دون إهمال صحتكم لأن القمر في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وبالصحة فأهم شيء تحافظ على صحتك حاولوا أنكم تدخلوا بأي مواجهات وخصوصا مع زملائكم حذروا من التراجع الصحي أو التقلبات الصحية غيروا من أولوياتكم إذا دعت الحاجة وحاولوا أنكم برضو مات عنده باكروا للعمل تفاديا لأي تأخير في أعمالكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار في البيت الخامس فهو أنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة وداعمة وبقوة على المستوى العاطفي ولكن ما زالت الأجواء اللي بتتعلق بأمور البيت وأيضا أمور اللي علاقة بالنشاط والحركة والكلام فأمكن ترهق حالك دير بالك من الإنفعال والعصبية ركز على الأمور الإيجابية العواطف جيدة علاقاتك ممتازة وهي فترة مناسبة للمصالحة وللتسوية للتعارف للارتباط للحب للغرام للحضوض وللهوايات ولتغيير الجو نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا طبعا هيك منكون خلصنا توقعاتنا لهذا اليوم الحلقة تبعت الزوايا الفلكية منفصلة بتنزل لحالها في حلقة منفصلة ما قبل بث هاي الحلقة بساعة اليوم فيها شرح علمي ولا زوايا ولا الاتصال والانفصال اللي بيحب يسمعها موجودة على القناة كمان لا تنسوا بدعمنا بلايك بتعليق بمسبة بديسلايك باشتراك إلغاء اشتراك يعني يدعمونا بأي إشي المهم عملوا لكو إشي اللي عنده استفسار عن مسألة معينة وحابة أنه نشرحها في حلقة الزوايا الفلكية أو اللي هي الحركة الفلكية المفصلة يكتب ليابة تعليقات عشان نشوف وخصوصا إذا كان موضوع عام وللجميع باستفيد منه يكتب ليه وإن شاء الله نشرحه في الحلقات القادمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء